القضايا المطروحة قضايا العفو لم تكن تمشي في مسارها صحيح اليوم حضرت أنا وحضر الأخ محمد الدلال وحضر خالد الشطي وأيضا الدكتور خليل أبو كان الاجتماع من أربع نواب الرأي لهم كان في دمج هذه القضايا الثلاث هذه الملفات الثلاث ورفعها بتقرير واحد للمجلس حتى يكون الرفض بالجملة لهذه القضايا أو القبول بالجملة لهذه القضايا هذا أمر خطأ كل قضية على حدة تشكل يعني ظروفها ومسماها وحداثها تختلف عن القضية الأخرى كيف تدمجهم في قضية واحدة وفي تقرير واحد وتقول تعالى مجلس الأمة صوت عليها ما يصير ولا يجوز دخلونا هالنفق هذا وهالجدال وهذا بالعكس راح يزيد الفرقة بين النواب ما راح نطلع بنتيجة يفترض أنها تعزل كل قضية على حدة ويرفع لها تقرير مفصل بجميع أحداثها وبجميع حتى الآراء القانونية التي أتت من مجلس القضاء والداخلية والعدل تكون مرفقة لكل قضية على حدة خصوصا أن هناك قوانين تخص الحريات أنا متبنيها وموجودة حاليا وممكن تفيد عبد الحميد دشتي في قضايا الرأي ندمجها مع قانوننا وهناك شريحة كبيرة من المواطنين راح يستفيدون من هذه القوانين وكنت يعني ناوي أني أدفع بهذه القوانين صراحة لتكون محل العفو وقانون العفو القادم لكن واضح بأن هناك توجه للأسف من رئيس اللجنة لخلط الأوراق لخلق خلاف داخل اللجنة راح يمتد إلى قاعة عبدالله السالم بدون أدنى شك وهذا طبعا كله راح يأثر على سير قضية العفو الشامل